موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة ويسرني أن أستضيف اليوم من جديد السيد محمد اليازغي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي سابقا أستاذ محمد مرحبا بك من جديد شكرا أستاذ محمد أريد أن أقرأ مقتطف من كتابك لأنني أراه مهما بحكم استدراك ما هو كان موقف المعارضة المغربية أنذاك من مسألة اللجوء إلى العنف ربما في سبيل الحصول على بعض المطالب التي كنتم ترونها مشروعة وتقول في كتابك كان الفقيه محمد البصري في باريس فالتقينا الثلاثة في جلسة لم تعرف غير نقاش عادي حول الأوضاع السياسية بالبلاد بعد ذلك التقى كل واحد مننا على انفراد مع الفقيه محمد البصري في لقاء معه قال أنه لابد من ثورة مسلحة يفجرها تنظيم سري بحكم الكارثة التي أوصل إليها النظام البلاد وما تعرفه من انتشار خطير للفساد ماذا كان موقفك من هذا الطرح؟ ربما الراديكالي بعض الشيء الذي طرحه السيد البصري لا أنا رفضت هذا الطرح تماما لماذا؟ لماذا؟ لأسباب متعددة شرحتها للفقيه محمد البصري أنا داك العنصر الأول هو أنه أعتبر على أنه لم تنجح أي أعمال عنف ضد حكم وطني فالعنف نجح ضد الاستعمار أما ضد حكم وطني فهذا لم يحصل بستناء حالة كوبا التي تعرف أن الأمريكانيين كانوا قابلين لإسقاط باتيستا نعم في ذلك الوقت كذلك الحجة الثانية هي أنه لا يمكن للفقيه البصري أن يدخل في تنظيم سري وهو الآن شخصية معروفة معروفة جدا صحيح كما قلت له أنت لما تفطر في الصباح كروسان فالخبار عند الحسن الثاني أنك فطرت كروسان في ذلك الصباح العنصر الثالث هو أن قناعتي أنا ما يحتاجه المغرب هو حزب جماهري واسع يجعل المجتمع هو أداة التغيير للمجتمع والدولة والمغرب لا يحتاج إلى طليعة نوبة عنه لتغيير الأوضاح هذه هي رؤية أنا طيب هل اقتنع؟ لا لم يقتنع استمر في عمله لكن كان عمله عملا فراديا وليس عملا بقرار من الحزم ولكن هذا لم يمنع البصري من أن يكون شخصية بارزة وله ركيز بعض الشيء يعني له بعض القواعد التي تدعم رؤيته ربما في لا لا هو شخصية بارزة لأنه من قادة المقاومة ضد الاستعمار لم يحتاج إلى أن يحوم بتأضير ولذلك رأيه يحترم رأيه يحترم لا لا هو محترم لكن بقدر ما نجحت خطته لمقاومة الاستعمار فمسلكه ضد حكم وطني كان مسلكا خاطئا يعني هناك من يرى بأن الحركة الوطنية أو جزء من الحركة الوطنية كان يريد أن يصل إلى السلطة باللجوء إلى العنف ويريد أن أستشهد هنا بأحد المناضلين البارزين في الحركة الوطنية اسمه الطيب البوعيبي أنت تعرفوه قال الحركة الاتحادية دون الجناح النقابي كانت تهدف إلى الإطاحة بالنظام الحسن الثاني ولعل بيان اللجنة الإدارية التي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية سنة 1963 والتي دخلتها الحركة باستراتيجية تفجير المؤسسات من داخلها لخير دليل على ذلك فصيغة البيان واضحة وجلية حيث أعلن أن علاج هذا النظام يكمن في زواله كما أن شهيد الحركة المهدي بن بركة صرح في لقائه بجبهة التحرير الفيتنامية حين سؤل عن أشكال النضال التي ستمارسها الحركة الاتحادية إذا النظام الملكي أجاب بأننا سنبدأ بالعمل المسلح قريبا والشهيد عمر بن جلون قال لنا في السجن المركزي بالقنيطرة في صيف من عام 73 الفقيه الله يهدي أزرب كان عليه الانتظار ستة أشهر وسير الشريف هز البالزو يعني ضاب بحاجاته يعني رايح ماذا يعني هذا يقول ألا يعني أن الحركة الاتحادية الأصيلة كانت حاسمة في موقفها من نظام الحسن الثاني هذا الموقف لم يكن يعني إلا الإطاح به نحن نتحدث عن التاريخ فتاريخنا مع الحسن الثاني يقول كان تاريخ صراع كانت الحركة تفاوض ولكنها كانت في الوقت نفسه تستعد للإطاح به ومن هنا كان يقال شي يكوي وشي يبخ كان الفقيه البصري يكوي وعبد الرحيم بوعبيد يبخ تمام ويتابع قائلا وعضو اتحادي آخر في الاتحاد الاشتراك للقوات الشعبية صرح في أحد حواراته في القناة الثانية بعد تشكيل حكومة التناوب التوافق وهو الأستاذ عبدالواحد الراضي بقوله كنا نريد القضاء على النظام وكان يريد بدوره القضاء علينا فلا نحن استطعنا القضاء عليه ولا هو استطاع القضاء علينا وفي النهاية وصلنا إلى التوافق يعني كما ترى هناك بعض الشخصيات المعروفة أيضا كوطنيين ومناضلين أنهم فعلا يعني وإن لم تكن هناك ربما استراتيجية مجمع عليها من جميع عضاء الحزب ولكن كان هناك البعض ينظر أنه النموذج الأمثل هو الإطاحة بالسلطة الحاكمة كما هو واضح من هذه الاستشهادات يعني كما قلت لك هذه هي مواقف الفقه محمد المصري رحمه الله من واليهادة تخذ مبادرات لكنها لم تكن في أي وقت من الأوقات مبادرة للحزب بأجمعه الحزب رغم أنه ضد النظام الاستبدادي للحسن الثاني إلا أنه كان اختار العمل في إطار المشروعية وفي إطار العمل المشروعي هذا شيء حقيقي كون هناك أفراد كانت لهم نظرية فهذا شيء صحيح هؤلاء كما هو واضحهم من أتباع المصري في نهجه وفي تطلعه لكن تبقى آراء شخصية وتبقى مبادرات فرضية أما قرارة الحزب هي القرارة التي اتخذناها داخل المؤسسات لم تقرر للإجراءة مركزية عبد الرحيم بو عبيد ماذا كان رأيه في الموضوع؟ كان رأيه هو العمل المشروعي العمل المشروعي لم يكن أبدا يفكر في اللجوء الوصول أنا مؤمن بالعمل المشروع لأنه لجوء العنف لا يمكن أن يؤدي إلى نظام ديمقراطي نريد تغيير النظام ليس بالضرورة إسقاطه لكن تغيير النظام يصبح نظاما ديمقراطي كيف يمكن يا أستاذ محمد تغيير النظام إذا كانت الدولة تعتقلكم وتعتقلكم وثم تعتقلكم وثم تتعرضون إلى شتى أنواع الإهانة والتعذيب وبعضهم تعرض إلى تعذيب قوي جدا يعني كان نظاما شموليا استبداديا بكل معنى الكلمة كيف يمكن في ظل وجود هكذا نظام الذي يختال بعضكم ويحاول اغتيال بعضكم الآخر كما حصل معك وسنتكلم عن هذه الحادثة كيف يمكن النضال معه إذا كان هو يعملكم بالعنف فكيف أنتم تعملونه بالحسنة هذا صحيح لكن صيارات النضال هي صيارات متعددة نحن كنا نؤمن في الاتحاد بالنضال الجماهيري كنتم جانديين يعني في مش جانديين لا بشي بها شكل النضال اللي عنفي النضال اللي عنفي ولكن عن طريق الجماهير عن طريق العمل النقابي عن طريق المجتمع المدني عن طريق المشاركة في الانتخابات إلى غير ذلك رغم أنها هم يزورون الانتخابات يزورين لكن احنا قسرنا أن نشارك رغم الظروف غير ديمقراطية وأحيانا في شروط غير ديمقراطية لكن هذا اختيار لنا هذه أيضا أثرت في الانقسام فيما بينكم لأنه هناك من كان يقول بأنه لا يجب المشاركة في الانتخابات صحيح عدم تكافؤ الفرص في ظل وجود نظام استبداد يزور الانتخابات في ظل وجود ما أسميته أنت بالحزب السري وهو وزارة الداخلية وعلى رأسها إدريس البصري الذي يقمع كل من يحاول يعني يرفع رأسه بشكله بآخر للحصول على بعض المستحقات من خلال انتخابات نزيهة وجماهيرية يعني كيف يمكن أن تناضلوا في ظل وجود هكذا نظام يعني هذا هو السؤال ألم يكن هذه نوع من أنواع يعني الأوتوبيا ربما؟ لا 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 بالعكس كانت خطة بالعكس لتورة حقيقية داخل الشعب لأنه لم تحصل هديث لا حصلت 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 متى؟ لا حصلت متى حصلت؟ لا لما أعلن الحسن الثاني عن قطر السكتار القلبية بالميلاد هذه في زمن متأخر نقدات كبير وفشلة في القضاء علينا ليس القضاء علينا كمجموعات صغيرة مسلحة لكن القضاء علينا كحزب جماهري متجدر داخل المجتمع نحن آمننا بأن تجدر حزبنا داخل المجتمع هو القساس الأساسية التي تجعل التغيير ممكن والتغيير الحقيقي ليس تغيير في القمات الدولة لكن تغيير داخل المجتمع وداخل الدولة والأشخاص الذين قالوا بعدم المشاركة في الانتخابات بعد عشرين سنة قرروا المشاركة في الانتخابات أريد أن نبدأ الحديث معك أستاذ اليازغي عن الاعتقالات نعم وكانت اعتقالات متكررة مختلفة من حيث ممارست العنف بجاهك شخصيا والأسباب أيضا كانت مختلفة ولكن انتبهت إلى أنك اعتقلت حين بدأ العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن سنة سبعة وستين اعتقلت بسبب أنك أردت تنظيم مظاهرات جماهيرية احتجاجا على هذا العدوان الإسرائيلي لماذا؟ لا لأنه نحن أولا كحزب مع الشعب الفلسطيني ومع نضال الشعوب العربية ضد إسرائيل الحكومة لم تكن مع الشعب الفلسطيني؟ لا أتكلم عن الحكومة أتكلم عن الشعب المغربي المغربي مساند لكفح الشعب الفلسطيني ومساند لكفح الأقتال العربية في مواجهتها للعدوان الإسرائيلي لذلك لما حدثت أحداث سبعة وستين وكنت قد رجعت من الجزائر التي عقد فيها اجتماع للاشتراكين العرب إلى يوم مربع يونيو في حين أن يوم ستة يونيو وقع الاعتداء على مصر وكان من طبيعي أن نساند إخوتنا في الشرق لذلك بالفعل دعوت إلى مظاهرة في الرباط وفي السلاة لكن اعتقلت يعني لم توفق في جمع الشمل لا بالعكس جمعنا شمل كبير في مدينة السلاة وفي مدينة الرباط لكن أنا شخصيا اعتقلت لماذا اعتقلت هذا السؤال أنا كنت من المنظمين مع إخواني في فرع الاتحاد بثلاة وفي الرباط ما المشكلة أن نظمتم مظاهرات جماهرية تندد بالعدوان الإسرائيلي ما المشكلة في الأمر لا لكن لم يسمح لنا بالتظاهور لماذا؟ لأنه الحكم كان يخشى أن تتطور التظاهرات ولا يريد ضد الحكم ضد الحكم بحكم أن المغرب تتخذ موقفاً نائياً بنفسه عن الصراع العربي الإسرائيلي؟ لا لم يكن بهذا الحكم صحيح كان في البداية الحسن الثاني كان كما صرح لذلك إلى مجلة رياليتي الفرنسية نحن بعيدين أربعة آلاف كيلومتر عن فلسطين وبذلك لا يمكن أن نكون طرفاً في الصراع هذا في منتصف الستينات على ما أذكر في بداية ستينات في بداية ستينات بداية ستينات لكنه سيتراجع فيما بعد لأسباب متعددة منها قصوصاً قيام قادة منظمة تحرير الفلسطينية بالتحاور معه ومخاطبته وجاء ذلك كذلك بعدما أسسنا نحن الجمعية المغربية لمساندة كفاح الفلسطين نعم هذه الجمعية جمعت كل أحزاب تقريبون وكل نقابات ذاقية للمغرب وهي لا زالت موجودة اليوم وهي ربما الوحيدة التي مع من توصلتم في المشرق العربي؟ كنا نتواصل مع الجميع كان نتواصل مع الجميع مع الجميع من مثلاً؟ مع كمال جنبلات على سبيل المثال؟ مع كمال جنبلات ومعه حاولنا تأسيس الجبهة العربية لمساندة كفاح الفلسطيني التي دعا لها وحضرت أنا المؤتمر في بيروت أنا وأبو بكر القاديري من حزب الاستقلال يعني أنتم كنتم كحزب وطني مع إدخال المغرب في الكفاح والصراع العربي الإسرائي خلافاً للحكومة المغربية من الحكومة أنا ذاك أنا ذاك نعم من بعد ستغير رأيها متى تقريباً بدأ رأيها يتغير؟ يتغير في سبعينات بدأ يتغير بعد حرب أكتوبر يعني؟ يعني حرب أكتوبر شاركوا فيها كانت هناك تجريدة مغربية في الجولان وفي طبيعاً كيف تفسر أن العاهل المغربي غير موقفه من الصراع العربي الإسرائيلي؟ كيف تفسرها؟ لكي يحصل على شعبية يعني؟ لا هناك رأي عام مغربي لا يفهم أن لا يكون المغرب طرفاً في الصراع الذي يشري داخله ذلك هو أخذ بعين الاعتبار رأي الشعب رأي الشعب الذي كان هذا ورأيه أننا لا يمكن أن نكون في الحياد بل لابد أن نكون مع إخوتنا في مواجهتهم للطهيان الإسرائيلي هل كانت مشاركتكم فاعلة بشكل أو بآخر بخصوص التضامن مع الأحزاب الشرقية المشرقية فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي؟ أم كانت شكلياً يعني تعاونكم وتواصلكم مع بعضكم؟ لا هو تعاون هو موقف سياسي أولاً يعني فيه دعم معنوي بالخصوص يعني هل كان يفيد شيئاً هذا التضامن المعنوي؟ التضامن المعنوي ولكن فيه جانب يعني تعاون مادي خصوصاً مع المخاومة الفلسطينية هل كان هناك من يتبرع من المغارب الأسرية؟ كثير كثير وأنتم كنتم يعني تنظمون هذا التبرع على الطريقة الجمعية المغربية لمسانتك في حلف الفلسطيني هي الهيئة التي خلقناها وهي التي تقوم وتفقنا على أن مصارفها لتسيرها لن تكون من تبرعات لن تكون ميزانية خاصة نقوم بها أما التبرعات فكلها تذهب إلى منظمة التحرير الفلسطينية يعني أنتم لم تأخذوا ولا مليم من هذه التبرعات لحزبكم ثالث سير الجمعية طيب ماذا كان موقف القوى المتصهينة لنقول يعني المتصهينة اليهودية داخل المغرب خصوصاً مع العلم بأنه اليهود المغاربة كان لهم صوت يصل إلى أمريكا ويصل إلى فرنسا ويصل إلى أنحاء كثيرة من العالم وكانت هناك طبقة مؤثرة من اليهود الصهينة داخل المغرب هل حاولوا بشكل أو بآخر أن يحولوا دون أي تدخل مغربي ولو كان معنوياً أو مادياً والحيلولة دون المشاركة المغربية أو أي نضال مغربي في الصراع العربي الإسرائيلي لا أنت تعرف أن المغرب كان يتوفر على طائفة يهودية مهمة وكبيرة جداً هي تأتي من ثلاثة روافد اليهود الأمازيغ من السكان الأصليين في البلاد واليهود الوافدين من الشرق العبريين الذين جاءوا يشغ في القرون السالفة ثم اليهود الأندلسيين بعد إجرائهم في القرن السابع عشر من طرف فليب تاني من إسماني موليسكيين موليسكيين عند لوسيين فهذه الطائفة اليهودية موجودة في المغرب كله أقصد أن اليهود المغربة كانوا مواطنين زيهم زي المسلمين يعني حالهم اختلف كثيراً عن حال اليهود المشرقيين هل أثروا في موقف المغرب كحكومة من الصراع العرب الإسرائيلي؟ أنا مدأت أجيبك في بداية الاستقلال أخذت الحكومة المغربية قراراً بعدم منح جواز صفار لا للمسلمين ولا لليهود لمنع اليهود من الصفار والارتحال إلى إسرائيل لكن هذه المسألة جعلت أن كثيراً منهم حاولوا الهجرة بطرق سرية لذلك كان الجنرال أفقير تفاوض مع المنظمات اليهودية العالمية لاستماحي لليهود بالهجرة بالكفية مكتفة في استينات ربما يقال مقابل عمولات كبيرة أخذها رشاوة كبيرة رشاوة كثيرة بطبعة الحال اليهود الذين بقوا داخل المغرب لهم موقف وطني فيما يخص القضايا الوطنية كقضية الصحراء أو قضية نظام ديمقراطي كما باقي المسلمين لكن بطبيعة الحال هم متأثيرين بالموقف من إسرائيل وما المحقق على أنهم لا يسعون إلى الضغط على المغرب فهذا لم يحصل لم يحصل لأنه لن يسمح لهم بذلك لا الحكم ولا الحزاب الوطنية كما بعد وتحت تأثير قادة المقاومة الفلسطينية أقنعه الملك الحسن الثاني بفتح المجال لليهود المغربة إذا أرادوا العودة إلى المغرب لماذا؟ ماذا كانت فائدتهم من ذلك؟ نعتبرون على أنه إذا سطع المغرب إعادة يهوده فهذا سيكون إضعاف لإسرائيل هذا ما دفع عنه ياسر عرفات الحسن الثاني إقدام وقف إعادة يهود المغرب إلى وطنهم أي تماما إعادة اليهود المغرب إلى المغرب أي تماما بدأت هذه الخطة لكن لم ترجع إلا خمس عائلات يهودية مغربية خمس عائلات كبيرة أو خمس عائلات يعني لا كبيرة وأصبح المشكلة أنا ذاك هي صعوبة الإسرائيلي اللي غير ميسور أن يهاجر من إسرائيل لأن القانون الإسرائيلي يلزم على اليهود الذي يريد مغادرة إسرائيل نهائيا أن يؤدي ما صرف على عودة اليهود لذلك مثلا عائلة فيها أب وأم وثلاثة أبناء كان لازم لها من ثلاثين مليون سنتيم مغربي لتستطيع الخروج لو استطاع العرب تنظيم صندوق كما فعل اليهود بالنسبة ليهود الاتحاد السوفيتي ونظموا ذلك في النمسا للصهر لو استطع العرب أن يضعوا صندوق يعيد الإسرائيلي الذين يريدون العودة إلى لنجاحة العمل لكن لم يستطع اليهود غير ميسور لا يمكن أن يقادر إسرائيل يعني أفهم من كلامك أنه لم يكن هناك اللوبي موالي لإسرائيل داخل المغرب يحاول أن يمنع تقديم أي مساعدة مغربية للفلسطينيين لا 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 يمكن لم يكن هذا لا لا يمكن كان هذا الأمر ما بين الدولة وما بين الأحزاب الوطنية التي موقفها واضح يعني الارتباط العاطفي الذي لهم مع وطنهم الأصلي يعني شيء حقيقي يشعر به الجميع ولكن سنة سبعة وستين حصلت هناك بعض الصدامات بين المغرب وبين اليهود أي لا لا هذه وقت الحروب دائما تصلح الصدامات يعني الأسباب التي دفعت بالحكومة لذلك بعد سبعة وستين عود رحل كثير من يعني الأسباب التي دفعت بالحكومة لأعتقالكم لمنعكم تنظيم مظاهرات كانت فقط من باب الحفاظ على النفس لكي لا تتمدد هذه المظاهرات وتصبح معادية للحكومة وليس من باب أنها لا تريد أن تكون هناك مظاهرات ضد إسرائيل يعني من باب التحفظ وليس من باب منع الاحتجاج ضد إسرائيل صحيح؟ وبعد ذلك سيتغير الأمر لما نؤسس الجمعية المساعدة في حال فلسطيني سنة 68 أصبح الحكم يستمع لهذا الصوت الشعبي لدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته أستاذ محمد شكرا جزيلا لك لنتوقف هنا الآن ونتابع معك الحديث بإذن الله الأسبوع القادم شكرا جزيلا إلى اللقاء شكرا إلى اللقاء مشاهدين الكرام هكذا نكونوا قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تعبونا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة مع السيد محمد اليازغي الكاتب الأول بحزب الاتحاد الاشتراكي لأخوات الشعبية المغربي سابقا إلى اللقاء اشتركوا في القناة